بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 116 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم انتهى لقاؤنا الماضي بالحديث عن الوجه الرابع من وجوه الاعتبار في أن العياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلائق ودنياهم كانتفاعهم بالصلاة والزكاة وأفضتم في بيان ذلك أن فيها من حاجات النفوس وفيها من ذكر الله كل ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه وهو الكمال المذكور في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما كانت الأعياد في الأمم أمرا معلوفا بل ومشروعا فإن الله جل وعلا قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وقال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين فمن كمال هذا الدين الذي قال الله جل وعلا فيه اليوم أكملت لكم دينكم أنه لم يهمل هذه المهمة وهي مهمة العيد فشرع لهذه الأمة عيدين عظيمين العيد الأول عيد الفطر بعد رمضان والعيد الثاني عيد الأضحاء في أثناء شعائر الحج بعد أداء الركن الأول وهو الوقوف بعرفة فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تكامل الشرع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعظم موقف عالمي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في صعيد عرفة ففي كمال هذا الدين جاء العيد بعد هذا اليوم عيد الفطر عيد الأضحاء في اليوم العاشر يوم عرفة في اليوم التاسع وعيد الأضحاء في اليوم العاشر وسماه الله يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه المناسك الأربعة رمي الجمرة والطواف في البيت العتيق والسعي بين الصفاء والمروة وحلق الرأس وتقصيره وذبح الهدي فهو يوم الحج الأكبر بخلاف الحج الأصغر وهو العمرة فالعمرة حج أصغر فالحاصل أن هذا يوم عظيم ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر إن آية نزلت في كتابكم نزلت على نبيكم في يوم لو كان عندنا لاتخذناه عيدا فقال عمر رضي الله عنه أني لأعلم الآية وأعلم المكان الذي نزلت فيه نزلت في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ويقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولهذا جعل الله اليوم الذي يلي هذا اليوم عيدا للمسلمين وهو عيد النحر المبارك نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر المكان وهو ميناء المكان وهو فيه ميناء أحد مشاعر الحج وداخل الحرم والزمان الذي هو أيام التشريح الذي هو يوم عيد الأضحى الذي هو اليوم العاشر يوم الحج الأكبر اليوم العاشر قبل أيام التشريح نعم ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين ولا أفضل من الاجتماع الذي اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الاجتماع فهو اجتماع المسلمين بمن بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم مجمع في العالم الأول والأخير ليس هناك مجمع أفضل من مجمع يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله وقد نصر الله الإسلام في هذا اليوم ونفى الكفر وأهله فما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهر الحرم من المشركين ومن عادات الجاهلية ولهذا أنزل الله قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يحج في الناس في السنة التاسعة من الهجرة وأرسل معه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ينادي بهذا الإعلان أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت حريان فلما طهر الله بيته من جرائم الشرك والجاهلية حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفى الله الشرك وأهله وطهر البيت العتيق من الأصنام وطهره من المشركين طهره من الأصنام وأهلها وخلصه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فأي يوم أعظم من هذا اليوم نعم قال رحمه الله والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته وإن مأدوبة الله هي القرآن نعم الشرائع هي غذاء القلوب هي غذاء القلوب ولذتها ليست لذة الأبدان بالشهوات وأما لذة القلوب فهي في العبادات وبذكر الله سبحانه وتعالى قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالعبادات الصحيحة هي لذة القلوب وأما الشهوات فإنها لذة الأبدان ولذة القلوب مقدمة على لذة الأبدان بل هي اللذة الحقيقية لأنها هي اللذة الباقية وأما لذة الأبدان فإنها تضمحل وتزول نعم قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته وإن مأدوبة الله هي القرآن هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته والآدب هو الذي يصنع الطعام للناس ويعد المأدوبة والمائدة للناس كرما منه فكل آدب يعني كل كريم يصنع الطعام فإنه يحب أن الناس يأكلون منه ومأدوبة الله ما هي هل هي الطعام الشراب مأدوبة الله أعظم من ذلك وهي القرآن فهو يحب من العباد أن يتلذذوا بهذا القرآن وأن يتغذوا به غذاء القلوب والنفوس والأبدان فهو الغذاء الصحيح نعم قال ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته بالمشروع وانتفاعه به بقدر مع التعاضى من غيره هذا دخول في قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ وهو أن الأخذ من دين الكفار ومن البدع والمحدثات يتنافى مع الدين الحق ومع السنن لأن من أخذ نهمته من الطعام من طعام ما فإنه تقل رغبته في غيره من الطعام فإذا أخذت القلوب نهمتها من العبادات غير المشروعة أو العبادات المنسوخة أو البدع المضلة فإنها تقل رغبتها في العبادات المشروعة ومن السنن هذا مما هذا مما يحذر من البدع والمخالفات فالذي يأخذ نهمته من الطعام وإن كان طعاما غير مرغوب لكن هو جائع فوجد طعاما فأكل منه وشبع ولو كان طعاما غير مرغوب فيه لكن بدافع الجوع أشبع نهمته منه فلو جئ بأنفس طعام بعد ذلك وأحسن طعام لم تجد له ميولا إليه ورغبة فيه فكذلك من أمن تظلع بالبدع والمحدثات والشركيات فإنه تقل رغبته في الدين الصحيح وفي السنن نعم قال رحمه الله بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه إذا كانت النفوس تشبع مما تناولت ولو كان دون الرغبة نعم فإن هذا مما يؤكد على المسلمين أن يهتموا بهذا الدين الصحيح وأن تنصرف له رغباتهم وهمتهم حتى يسد الباب على الدين الباطل والبدع والمحدثات نعم قال وَلِذَا تَجِدُوا بَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَمَاعِ الْقَصَائِدْ لِطَلَبِ صَلَاحِ قَلْبِهِ تنقص رغبته بسمع القرآن حتى ربما كرهة نعم هذا الشيء مجرب أن المفتونين بالأغاني نعم والمطربين دائما لا يرتاحون إلا معها ولو جاء صوت القرآن لنفروا منه وأغلقوا المذياع وتجدهم لا يرتاحون إلا مع الأغاني والمزامير والموسيقة بل قد يكرهون القرآن والعياذ بالله قد يكرهون القرآن ما يكفي أنهم تقل رغبتهم فيه بل ربما يكرهونه حينئذ فيكونون ممن كره ما أنزل الله فأحبط أعماله وهذا فيه التنفير من الأغاني والمزامير وصوت الشيطان وأن الإنسان يعلق قلبه بسماع القرآن والتلذذ فيه لأنه لا يجتمع هذا وهذا فلا تجد من هو مغرم بسماع الأغاني والقصائد وقصد الشيخ بالقصائد ليست الأغاني الماجنة الآن قصده بالقصائد قصائد الصوفية التي يزعمون أنها ذكر لله عز وجل وليس فيها مجون في الغالب فكيف بالأغاني التي فيها مجون فيها خلاعة وفيها انحطاط من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية هذه أشد نعم حسن الله إليكم قالوا من أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلبه من وسعته السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى مساجد الأنبياء الصلاة فيها والاعتكاف فيها وذكر الله فيها الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد الصلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد فالذي يتعلق قلبه بالسفر للمساجد الثلاثة ينفر من السفر للمشاهد والقبور والأضرحة والعكس بالعكس الذي يتعلق بزيارة المشاهد والقبور تقل رغبته في زيارة المساجد حتى المساجد الثلاثة وإن زارها فلا تجد في نفسه الرغبة التي كانت في قلبه لو أنه علق قلبه بالمساجد الثلاثة وإنما تجد عنده الفتور ولهذا نراهم ويراهم الناس في مكة وفي المدينة لا يتعلقون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وإنما يتعلقون بالمزارات بالمزارات والبحث عن القبور والبحث عن الآثار وغير ذلك لأنها انصرفت همتهم وقلوبهم إليها وحرمت من المساجد الطيبة المشروعة هذا شيء ظاهر كما ذكر الشيخ رحمه الله فالذي يتعلق بالباطل فإنه يكره الحق نعم بعضهم يقول هذا محبة النبس يذهب إلى غار حراء ويصعدون رأس الجبل الشاهد المحبة للنبي الذي يحب النبي يطيع النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة يعني سفر عبادة أما سفر التجارة سفر طلب العلم والأسفار المباحة فليست داخلها هنا المراد سفر العبادة فلا يسافر للعبادة في مكان خاص إلا في هذه المساجد الثلاثة نعم حسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارسة والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع وكذلك المطالعات في الكتب والآداب والأشعار والثقافات فالذي يتعلق بالثقافة الغربية والثقافة الفرنجية وحكم اليونان والفرس والهنوت لا تجد في قلبه وفي نفسه لذة لقراءة الكتب الإسلامية والكتب الشرعية والحكم القرآنية والنبوية لا تجد في قلبه هذه اللذة وإنما تجد انهماكه ولهجه في الآداب الغربية دائما وآبدا حتى اللهجة يتكلم بلهجة الغرب وبكلام الغرب وهذا تجده ظاهرا على أدب الحداثيين وغيرهم ممن حرموا من أدب القرآن وأدب السنة وأدب اللغة العربية الفصحى نعم قال رحمه الله من أدبن قصص الملوك وسيارهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيارهم في قلبه ذاك الاهتمام وكذلك في التاريخ نعم تجد الآن من هو مغرم بدراسة أعلام الغرب وقادة الغرب ومفكر الغرب والحرب وحروب الغرب ولا تجد له رهما في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد الصحابة الخلفاء الراشدين الفتوحات في الإسلام لا تجد له نهما في قراءة تراجم الأعلام من المسلمين وإنما تجد دراسته للأعلام من الغرب ومن اليونان ومن غيرهم نعم قال رحمه الله ونظير هذا كثير هذا في الثقافة عموما اللي يسمونها الآن الثقافة هي من هذا النوع هي مصبوغة بالصبغة الغربية بالصبغة الغربية ولذلك لهجهم بها ولغتهم بها حتى الشعر مسخوه وحولوه إلى كلام ساذج وسامج ليس له معاني إلا هذرمة مثل هذرمة المجانين نعم قد يكون من داخل فيه قائد الفقهية هل أراض الاشتغال بغير المقصود؟ أراض عن مقصود؟ يدخل فيه كل شر يدخل فيه كل شر يسمونه الشعر الحر والشعر اسم آخر شعر التفعيلة لا يسمونه الشعر الحر والشعر المدريء الآخر لكنه بعيدا عن الشعر الفصيح وشعر اللغة العربية المفيد نعم شعر الحداثة شعر الحداثة أن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها فالسنة والبدعة لا تجتمعان ولذلك تجد المبتدع لا يحب السنة وتجد السن لا يحب البدعة لأنهما لا يجتمعان متضادان والضدان لا يجتمعان نعم إن شاء الله لكم قال رحمه الله هذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم كل إنسان يجد هذا من نفسه فإذا وجد من نفسه محبة للخير ومحبة للقرآن والسنة ومحبة للآداب الشرعية فإن هذا لأنه تعلق قلبه بهذا الشرع العظيم وهذا الدين القويم أما إذا وجد من نفسه نفورا عن الخير وعن القرآن وعن السنة وعن الآداب الإسلامية فهذا لأن قلبه تعلق بضده والضدان لا يجتمعان فمن يريد الأدب والثقافة والتربية والاطلاع على المجريات القديمة والحديثة فعليه بتاريخ الإسلام العظيم الذي حوى كل خير نعم السلام عليكم قال رحمه الله ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها أو كرهتها لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا بل لا بد أن يوجب له فسادا منه نقص منفعة الشريعة في حقه إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه نعم هذا كما ذكرنا أنه لا يجتمع النقيضان لا يجتمع العوض والمعوض منه فمن انشغل بالخير أعرض عن الشر ومن انشغل بالشر أعرض عن الخير نعم قد يكون في الإنسان خير وشر لكن هذا إذا كان الخير غالبا والشر مغمورا في جانب الخير وإلا فالكمال لله عز وجل لكن إذا كان العكس وهو أن الشر غالب والخير مغمور فهنا تأتي المصيبة وعلى كل حال حتى ولو كان عند الإنسان قليل من الشر فإنه ينمو وقليله يجر إلى كثيره فالمسلم يبتعد عن الشر مهما كان نعم قالوا لهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها الشريعة عظمت النكير على من أحدث البدع قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني عمل به ولو لم يحدثه أحدثه غيره وإنما هو عمل به فكيف إذا أحدثه يكون هذا أشد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور شوف أن السنة لا تجتمع مع البدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار قال عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فالإسلام حذر من البدع لماذا؟ لأنها تجر إلى الشر لأنها تحارب السنن ولأن المبتدعة يعادون أهل السنن فلا يجتمع لا يجتمع السنة والبدعة إلا وتقضي إحداهما على الأخرى بلا شك قال لأن البدعة لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان خفيفا بل لا بد أن يوجب له فساذا لو كانت البدعة لو كان المبتدع يخرج كفافا لا له ولا عليه لكان الأمر خفيفا مع ما فيه من فوات الخير مع ما فيه مما فاته من الخير لكن ليس الأمر يقف عند هذا بل إنه يخرج عليه لا له يخرج عليه لا له لأن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه شر ولو كان فيه خير لما حذر منه صلى الله عليه وسلم نعم قال لأن لابد أن يوجب له فسادا منه نقص منفعة الشريعة في حقه إذ القلب لا يتسع العوض والمعوض منه لا يخرج منه كفافا لا له ولا عليه وإنما يوجب فسادا في قلبه في قلبه فيكره السنن ويكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شيء معروف في النفوس وفي القلوب وفي المبتدعة أنت لا تجد أهل البدعة يدعون إلى السنة أبداً نعم وإنما لهجهم قال فلان وقال علان والمكان الفلان فيه بركة والمكان الفلان فيه بركة وفيه كذا وفيه كذا لا تجدهم يرغبون في السنن أبداً لأنهم انصرفوا مع البدع فصاروا دعاة بدعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا نعم حسن الله إليكم شيخنا وجزائكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح أبن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حزن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في القتام تحية مهندس الصود أخي عبد الله السلولي حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة القادة من السعود عوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته